خسرت أسعار النفط بجلسة اليوم المكاسب التي حققتها خلال جلسة السابقة مع تضرر الأسواق جراء فائد الإنتاج والكميات الكبيرة من النفط الخام غير المباع ووفرت المنتجات النفطية المكررة حيث تم تداول خام برينت عند 42 دولار و77 سنة للبرميل من خفاض قدره 33 سنة عن آخر إغلاق أما خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة فبلغ 40 دولار و69 سنة للبرميل من خفاض قدره 14 سنة وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الوقود الأمريكية خفضت 3 ملايين و 260 ألف برميل لكن مخزونات الخام زادت مليونا وأربعمائة ألف برميل مقابل توقعات المحللين من خفاضها